اما في ما يخص ما يدور في نادي الزمالك وكواليس ما يحدث في نادي الزمالك مبدأين كده الزمالك عنده ايقاف الكيد فكل حاجة معلقة يعني ايه معلقة يعني الزمالك مش واخد قرار نهائي برحيل لعبين بس حاطة اسماء في حال رفع ايقاف الكيد في لعبة هتمشي ده واحد اتنين لسه الزمالك مش قادر يخش بشكل في جدية في شراء او التعاقد مع لعبين ليه؟ مفيش رفع ايقاف الكيد والزمالك في طريقه لحل هذه الازمة بالمناسبة طيب في حال رفع ايقاف الكيد ايه اللي هيحصل؟ مبدأيا كده محمود علاء محمد أشرف رؤى ماشيين من نادي الزمالك ده بطلب من جوزي جوميز الموديل الفني للفريق رؤى عنده عرض من النادي المصري البورسعيدي محمود علاء عنده عرض من نادي بيرامد وبالتالي الاتنين دول أول الناس اللي ماشيين من نادي الزمالك في حال رفع ايقاف الكيد طيب سواء بقى تم رفع ايقاف الكيد او لأ ابراهيم انا ضايق ده ماشي 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 تم ابلاغه بالرحيل من نادي الزمالك بنهاية عقده بنهاية الموسم الحالي يوسف أوباما لسه موقفه مش معلوم قوي ليه؟ الزمالك عنده رغبة ان أوباما يكمل مع الفريق بس هو عايز عشان يجدد عقده محتاج انه ياخد في الموسم 12 مليون جنيه الزمالك مش عاجبه الرقم ده وعايز يخفض الرقم لو توصلوا الاتفاق وتم تخفيض الرقم أوباما يكمل مع نادي الزمالك ما توصلوش أوباما راحل عن نادي الزمالك متيابة لاتجاه الاول في نادي الزمالك انه يخرج اعارة من الفريق اعارة مش بيع انه يعيروا يستوي شويتين تلاتة وان كان لسه كان جايب جل في الجزائر يعني في تصوير كاس العالم يستوي اكتر شوية وبعد كده يرجع نادي الزمالك تاني بالنسبة لياسر حمد لاتجاه الاقرب رحيل اللاعب بناء على طلب من جوزي جميس طيب من الصفقات بقى اللي الزمالك بيفكر فيها للموسم الجديد اول واحد ايمن سعيد مكة لاعب فريق الجونة لاعب وسط هو وقع بالفعل على رغبة لللاعب في نادي الزمالك يتوقع طبعا حسم الاتفاق بين الناديين الزمالك والجونة الزمالك كمان مستني موقف اشرف بن شارق وتكلمتكم في الامر ده مبارح مستني موقف اشرف بن شارق من عرض الغرافة القطري حال عدم انتقاله للغرافة القطري الزمالك هيدخل في مفاوضات جدة مع اللاعب للتعاقد معه في الموسم الجديد واخيرا بشرط رفع اقاف الكويد طبعا اشتركوا في القناة